مرحبا بكم في قناتي امكا ام سفاق شنية حوالكم ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي فيديو اليوم ما جبت لكم سامحوني جيتكم امخر جبت لكم فيديو الهامبورجر كنت قبل في الفيديو السابق وعدتكم باش نعطيكم رسيت الخزي بتاع الهامبورجر دونك توابش توقيف سهر ربي ومونتاجة الفيديو دونك نتعديو الرسيت عندي 300 مليلتر ماء دافي دافي هكا تحط صبعك معنية تتحمل وهذا كوش معنية دافي له سخون له وبيرت عندي اربع مغارف زيت زيت نباتي عندي كعب عظم وعندي مغارفة كبيرة سكر ومغارفة صغيرة ملح وهذا باكو خميرة خبز وعندي مايقارب اربعمية وستين جرام فيرينا غرب بلتم من الول هذي الكمية اللولة بتاع الفيرينا دونك في اول مرحلة بيش نحط الماء ونحط معاهم الخميرة ونزيد ببعض السكر ونزيد الزيت والعظمة دونك هذو اول حاجة بيش نحطهم في البال بتاعي بيش نركضهم بالاقدام معناتها حتى هيك العظمة تتحل وتمتزج مع الزيت ومع المكونات الكل تدخل بعضها ويتفاعلوا هكا شوية الخميرة زيتها تتفاعل نخلطهم هكا نركضهم بالاقدام وبعد نزيد الفيرينا في المرحلة اللولة بيش نحط نصف كمية الفيرينا اكاهاو ونخلط وبعد نزيد الكمية اللي مبعد دونك بش خليه على جنب وبش نزيد الملح بطبيعة ما حطيتوش من الاول على خاطر كيف ما تعرفوه الاخميرة مع الملح ما متتفاعلش دونك تتفاعل مع السكر مش مع الملح دونك نخدم هكايا الابراي بتاعي بش الجليطان بتاع الفيرينا يتخدمه معايا دونك توا بش نزيد الفيرينا اللي متبقية ونشوف العجينة بتاعي اسكا يكافيها الفيرينا وقللة دونك من الاحسن الفيرينا تغربلوها كيف ما غربلتها انا حضرتها من قبل بش تعطينا خفة للهومبورجر بتاعنا دونك بش نخلطها كب الفرشيطة راو تنجموا فوية تنجموا بيتكم دونك حسيت العجينة بتاعي مزيلة طرية زيت 140 جرام فيرينا غربلتها زيتها كيف كيف حاصيلو الكل في الكل اخذيت لي حكيت 600 جرام فيرينا دونك بالمكونات هذو مع انت مع العظمة ومع الكل هذا الكل راجع راهو الفيرينا تشربو وقللة وراجع زيتها حجم العظمة بتاعنا البيضة بتاعنا كبيرة وقللة صغيرة دونك اوكل فيرينا عينكم ميزينكم المهم تكون مغربلاء دونك حسيتها هكا تتلاسق شوية مزيلت ويدوب زيت حكاية مغرفة وقللة زوز مغارف فيرينا ريان كوب باش هكا نصرح يدي شوية ونكمل هكا نلم هالعجينة كاملة راهي مزيلت طرية شوية باش نزيد هكا زوز مغارف كبار زيت زيت نباتي مع انت ما يقارب زوز مغارف باش ندخل هذيكا الزيت توا في العجينة دونك فما ليحط الزبدة راهو اما حتى الزيت يفي بالغرض دونك المهم المادة الدهنية اللي باش تزيدها تزيدها في الاخر معناتها في العجينة توا معنات المرحلة هذيك دونك زيتها كشوية زيت مرة اخرى دهنت الوج بتاع العجينة ودهنت قاع البول باش مبعد كيت تخمرها معايا تكون امورة واضحة نغطيها ونخليها في بلاسة دي فيها تخمر اه هيا في ساعة خمرة معايا خاطر انا في هذه الخمارة في ساعة تخمر دونك هكا خمرة معايا بالقداء العجينة شفتوا كيفاش حتى هذينا سيهل خاطر فيها الزيت ملوطة هو من الاحسن تنحيو الجاز اللي صار فيها ومعناتها ومبعد تقصوها باقنا قصيتها ومبعد كل طرف عجين خرجت الجاز بتاعو عودت خدمته وكابرته تو تشوفوا معايا كيفاش في الفيديو كيفاش صارت العملية هذيه دونك شوفوا كيفاش نعود نعجن هالكعبة هكا هي الطرف العجين نعود نعجنه وهكا نحطه على شكل كرة ونعمل هكا الحركة هذي الدائرية على البلان دو ترافاي باش شكل هايجيم مزيان اكثر معانيته فمتو تتكابر بالقداء وتلم معانيته القاز في وسطها باش مبعد تعود تخمر دونك على طبق الفور حطيت بابي كويسون مل احسن راهو انا نسيتها الحكاية هذي كان مبعد باش فكرتها انو البابي كويسون تدونوها بشوية زيد باش متل ساقش معاكم ودي كعبة مرتوبة معانيته اه دونك العجينة لكل كعبورات لكل باش نعملها بنفس الطريقة هكا نحطها فى الطبق نحط باباعد على بعضهم يلزمهم خاطر باباعد باش يكبروا ويتنفخوا دونك باش ما يلسقوش فى بعضهم يلزم بعاد نحطهم عالطبق مبعد كل كعبورة نطرحها بيدي على خاطر مبعد بش يزيدو يتنفخو يزيدو يخمرو منحبوش فيها برش فراك مع تبابة من داخل كيك عليش نطرحوها اكثر من الاحسن كان عندك دبوسة بالفشفاشة يكون خير تبخم بشوية ما سينو اذا كيفي انا ما عنديش عملت هكا بالبنسو دهنت الوجه بتاعهم بشوية ما دهنتهم هكا بالماء وبش الرش عليهم شوية جلجلين كيما قطلكم اذا عندكم فشفاشة يكون احسن خير على خير دهنا ديما نلقى الحلول مع انتا منوحلش عملت بالفشة دهنا نخليهم توا في بلاسة هكا ديفية يخمرو والا تغطيوهم انا حطيتهم الحق في فور مسكر مع انتا ما يخدمش خليتهم حتى عودوا تخمرو وبعد شعلت الفور وتوا كيفي خمرو لي بش نحطهم في الفور يطيبو على متين درجة دونك شعلت عليهم اللوطة وبعد شعلت ملفوق مع انتا بش تحمارو تاخو كولوراسيون دونك انو فواسي خرجتهم ملفورو طابو ديريكت نغطيهم منديلة ونخليهم على الاقل تقيقتين هكا حتى يبردو دونك اللوطن هذيك بش نحضر الحشوة بتاعي خرجت الهامبورغر اللي دي جام كانجلوتو وحضرتو قبل معاكم في فيديو في الفيديو السابق في القناة موجود وقالتاو نحطلكم الرابط بتاعو تحت الفيديو دونك في شوية زيت في بال في المقليد حطيت الكعبة بتاعي انو فوا طابو من لول جهة نقلبهم الجهة ثانية دونك بعد هما مازالوا عالجاز ونحط عليهم الجبن جبن جريير اللي حطيت كهو توسي بديو يبردو معايا الكعبة تشوفوا كيفاش الطريين اول ما تخرجوهم راهم ما يتراوش كان هكا بعد ما تغطيوهم وهما يرجو طريين راهم خبز طري برشا وبنين بنين على الاخر معانتا وخاصة ننظيف ومعانتا عملتو بيدك شوفوا كيفاش ماشالله الطراوة يسر طري وبنين بالحق دونك ناخو تاول من شار بتاع الخبز ونقصها في اثنين شوفوا ما فيش برشا فراك وفي نفس الوقت طري وهشوش دونك خذي تهريسة تنجمو تعملوا اي سوس عندكم انا عملت تهريسة وعندي هذو ما حاضرين عندي مايونيز سوس سوس بالثوم وسوس الجريين وكاتشاب دونك الحشوة ترجع اختياري لكم كيف ما تحبوا حطوا معانيتها حبيت انذكركم اذا اول مرة تزور قناتي متنسيش تعمل سابوني وتفعل جرس بيش يوصل لك نوتيفكاسيون كل مرهبات فيديو جديد اذا اعجبكم الفيديو متنسيش تعملي جيم وكمنتير وتبرتجيو الفيديو بين صحيباتكم وحبابكم دونك شوفوا كيفاش مبعد عملت فاقوس تنجمو تحطوا ليتيو هو نو مرمون ليتيو انا ما عنديش عملت فاقوس وبالطبيعة قصيت وعملت رونديل فاوحته هو الطماطم بالملح وفلف الاكحل وبعد حطيت رونديل الطماطم حطيت الهامبورجر اللحمة معناتها حطيت بصل كيف كيف زاد البصل فاوحته وحطيت شوية هكا مخللات وعملت شوية فريد وفوقه شوية مايونيز وهذا فيديونا اليوم ان شاء الله نتلقاوا في بنا اخرى وفيديو اخر ان شاء الله